اشتركوا في القناة بغرفة تجارة وصناعة البحرين مجلسا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف هذا المجلس الى فتح المجال امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها وخدماتها امام كبرى شركات المشاركة في الفعالية حيث تم عقد لقاءات ثنائية بين عدد من الشركات المختارة ومناقشة فرص الشراكة المتاحة والمواضيع ذات العلاقة بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يساهم نموه بدفع عجلة الاقتصاد الوطني اقامت جمعية سيدات الاعمال البحرينية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية ورشة عمل بعنوان الاستثمار في سوق الاوراق المالية وذلك بدعم من صندوق العمل تمكين وبتنظيم من لجنة المتابعة والتنسيق بالجمعية بالتعاون مع بورصة البحرين ومشاركة متخصصين من معهد البحرين للبنوك وتمويل وتناولت الورشة موضوعات اقتصادية هامة كالتعرف على مفاتيح الاستثمار وأدوات زيادة الثروة الشخصية وفقا لإمكانية كل مستثمر في إطار جهودها لدعم الشباب واعدادهم لسوق العمل أعلنت تمكين عن بدء الدورة الثالثة من مسابقة جائزة الأعمال الشبابية مشروعي والتي تسعى لنشر الوعي بين البحرينيين حول أهمية ريادة الأعمال وقالت أمل الكوهجي الرئيس التنفيذي للعمليات في تمكين أن برنامج مشروعي يعتبر وسيلة تمكن الشباب البحريني من إطلاق أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس بما يساهم في تطوير وتنمية اقتصاد المملكة خاصة وأن البرنامج يستهدف من تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والستة والعشرين عاما